قرر أن يصلح من نفسه بعد أن تعرض لهجمة شرسة اتهم من خلالها بالمثلية الجنسية نيمجا فندى تلك الاتهامات واعترف كونه رجل بلا ميول شاذ كشخصية شنو ينحصك أن تكون رجل متكامل أن القوة، أنا ليس قوة ليس قوة ليس قوة كروح، ليس قوة كروح أعرف فواجه البشر جسدياً ليس قوة حتى لا أخرج مني كنت أخاف أن أخرج مني ألا أشخاص يأتي من أصدقائي دائماً أصدقائي يقول أنه اتجه إلى نشر محتويات هادفة بعيدة عن التشويه والمساس بالمجتمع بطلت من محتوىك السابق أي، كنت محتوى كنت أشاقة بي لكن لا، حس أنت تشاقة، أنت ضربت فئة كل الشبيرة لا، يعرفوني أشاقة لكن في آخر فترة أظليت أعطي نصايح أنه عدم العنف والكراهية وتحرز على القتل وهذه الأشياء كون إنسان يعني إيجابي سلوكياته النسائية دفعت البعض إلى تعنيفه وعد أن يغيرها ويعيش حياة رجولية أنت بنفسك راح تغير من الطالب اليوم؟ ها؟ تقليل هذه الظواحر راح تغير؟ أغير أغير وقعك يعني شوية؟ أحاول أغير، بس المجتمع هما أريد أن يغير من وجهة نظره يعني يحكمون من خلال مقطع، ما يعرفون الشخص شنو إمور وشنو بس هذا وعد أنت راح تغيره يعني؟ أي إن شاء الله أغير رسالته الأخيرة وجهها إلى أهله؟ من صغير حد عمر 17 أنا أضطرد وأتشرد بالشارع وعد قرايبي وحتى قرايبي يحرضون أبوي على قتلي وهذا الشيء حرام بالدين حتى ما إذا يعرفون الدين هذا الشيء بالدين حرام وممنوع يعني تحرض على قتل أو أنه، الدين الإسلامي دين محبة وتسامح، ما يعرفون هذا الشيء يعني؟ من بغداد مصطفى لطيف، قناة الرشيد الفضائية